هذا الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجينا حلوة أوي أنه هو يستخدم الفعل الماضي والفعل المضارع يقول ربنا اشتغل معايا قبل كده وربنا هينجيني في الحاضر وفي المستقبل كمان أجمل حاجة لأن الإنسان يفتكر دايما خبراته مع ربنا وإن كنت أنا فقير في خبراتي مع ربنا أروح أشوف تعاملات ربنا مع أشخاص كتيرة في الكتاب المقدس عهد قديم وعهد جديد تعاملات لا تنتهي مع ربنا من ربنا للبشر في كل تعامل من دول ربنا كده يقول لنا أنا نجيت وأنجي وسأنجي زي ما القديس بوليس الرسول بيقول الذي لنا رجاء فيه أنه سيخلصنا أيضا فيما بعد يعني إن كان ربنا عمل معنا في الماضي وفي الحاضر اللي يخلينا نضمن المستقبل أن يكون عندنا رجاء وده الأساس الثاني في العلاقة مع ربنا إن كان الأساس الأول هو الإيمان الأساس الثاني والعمود الثاني لعلاقتنا بربنا هي الرجاء والرجاء دايما مبني على ثقاتنا في ربنا مش على الأحداث اللي بتحصل الرجاء مبني على إن الله سابت لا يتغير إن إلهنا هو أمس واليوم وإلى الأبد هيفضل هو هو وكلامه مستقيم ووعوده سابتة ويحب الرحمة والعدل زي ما قال لنا المزمور فإن كان الإيمان هو الثقة بما يرجى والإقان بأمور لا ترى يعني الإيمان دا شيء مش من السهل إن الإنسان يقتنيه في لحظة ولكن يعيش حياته كله كلها بيقول له رب نمي إيماني وثبت إيماني وقوي إيماني وكمان الرجاء اللي يجي باللغة الإبطية في كلمة هلبيس وهلبيس دي أحيانا ننظر لها كده أو نتأمل فيها نقول إن هي هلب وبيس يعني الرجاء هو معونا بطلبها من ربنا عشان تديني سلام أكمل بيه حياتي فالرجاء اللي هي يخلصنا أيضا فيه ما بعد ده هو إن إحنا ننتظر دايما رجاء المبارك وزهور مجدى الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح بحسب ما بيعلمنا برضو القديس بوليس الرسول ترجمة نانسي قنقر